أهلا بكم لا شيء في الدنيا في هذه الأيام يعدل تلك النكبة التي تمر بها ليبيا لا شيء في الدنيا في هذه الساعات يعدل من الرعب ما يعيشه أهل درنة المدينة الساحلية الواقعة شرقي البلاد لا شيء يمكن أن يجسد مأساة الليبيين في هذه الآوينة صحيح أنه أفصح عن قدر معتبر من التضامن بين جموع الليبيين لكنه في النهاية يكشف أيضا عن حجم مأساة مروعة تقول السلطات الليبية إن قدراتها وما لديها من طاقات مالية لا تتحمل التعامل مع نكبة ومأساة بهذا الشكل غير أن جزءا مما كان يحدو به الأمل قطاعا من الليبيين وأن هناك إمكانية للعثور على ناجين صحيح أن هذه الأمال تتآكل يوما بعد الآخر وربما في هذه الآوينة تتآكل ساعة بعد أخرى بالقدر الذي تحول فيه الأمل من العثور على ناجين إلى فقط محاولة الوصول إلى الجثامين وإن كانت بصورتها الطبيعية كجثمان لا أشلاء وربما ما هو أسوأ من ذلك أن يتم العثور أو الوصول إلى هذه الأشلاء في مياه البحر وأن لا تترك في سبيلها للتحلل مأساة معقدة لم تتوقف عند هذا الحد فتضارب الأنباء والتقارير حول أعداد الوفيات الناجمة عن هذه الفيضانات المدمرة التي اقتلعت مبانيا بأكملها بل اقتلعت أحياء كان الحي الواحد فيها يضم ما يزيد على ألف وخمسمائة شخص كان الشطر الأعظم من بين هذه المكونات ينتمون إلى أسرة أو إلى عائلة وقبيلة واحدة في مدينة درنة تحول الأمر أيضا إلى ارتباك غير مسبوق ما بين هذه الأرقام الأممية المعلنة وبين حقيقة الجثامين التي يتم العثور عليها أو يجري التوصل إليها ويتم دفنها بل إن الأمر تجاوز كل ذلك ليذهب إلى خشية محققة من مأساة بيئية على خلفية احتمالية تحلل هذه الجثامين أهلا بكم إلى حلقة جديدة من هذا المساء ترجمة نانسي قنقر